بسم الله والابن الروح على القدس اله الواحد امين تحالي على نعمته الدوم فينا وبركته من الان الابد امين احنا وصلنا مع بعض لأول اسحاح 18 خلصنا مع بعض المرأة فاتت اسحاح 17 في انجيل معلمنا مالي الوقت اسحاح 18 يبدأ بقى يكلمنا عن مثل قادي الظلم وبعدين مثل في الريس والعشر وبعد كده يكلم عن محبة المال وشفاء الاعمى فيبدأ لؤى 18 واحد الاية المشهورة كلها لنا وقال لهم ايضا مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمال طبعا الاية دي اية عجيبة اوي اش كده ازاي رب انت عاوزنا ان احنا نصلي كل حين كل حين دي معناها ايه يعني 24 ساعة 7 ايام 365 يوم في السنة يعني ايه كل حين في حد يقدر يصلي كل حين يعني نفضل وقفين قدامك طول الوقت فيه قدسين جاهدوا يعني اللي يربط شعره بالليل زي الانبا بشوي الانبا ارسانيوس الشمس تليف وتيجي قدامه بيجاهدوا في حتة كل حين دي بس الحقيقة لما نجي نفكر فيها نقول لرب دي ايه يعني صعب قوي كل حين دي ولكن المعنى الابسط اللي ناخده لينا او لحياتنا ان فكرة صلو كل حين دي معناها يكون لك صلة كل حين مع ربنا كلمة صلة من كلمة صلة بمعنى ايه بمعنى ان الواحد بقدر الامكان يكون موجود في حضرة الله في اغلب اليوم او في اغلب وبقته وبالتالي في اغلب حياته عشان كده معلمنا بولس الرسول قال صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء صلوا بلا انقطاع يعني ايه صلوا بلا انقطاع يعني بقدر الامكان خلي ربنا يكون موجود قدامك او في يومك اغلب اليوم ما دي معناه ان انت في حضرة ربنا ان في صلة موجودة بينك وبين ربنا وده هيبان او هينعاكس على كلامك طريقتك سلوكك تصرفاتك تخيلوا ربنا قاعد معنا دلوقتي هنا وانا ماشي في الشارع ربنا ماشي جنبي وانا طلع على السلم ربنا ماشي جنبي وانا دخلت البيت ربنا معي نايم عسري ربنا جنبي قاعد اكل ربنا موجود معي الوجود في حضرة الله باستمرار يخلي الواحد حياته كلها مختلفة حياته كلها صلة في نفس الوقت الانسان هيحمي نفسه من حاجات كثيرة قوي ومن مشاكل وخطايا كثيرة قوي ما الخطيئة هي ايه هي تعريف الخطيئة الخطيئة هي انفصال برافو عليكم انفصال عن الله واحد منفصل عن ربنا وده اللي قالوا في اشعية لما الاسامكم صارت فاصلة بيني وبينكم الخطيئة عملت ايه جدار حاجز بيني وبين ربنا خطياكم سطرت وجهي عنكم حتى لا اسمع او حتى لا يسمع يعني الخطيئة عملت فاصل بيني وبين ربنا كمان فكرة صل كل حين ربنا عاوز يشاور على معنى مهم قوي اسمه ايه اسمه حط فكرة النمو في حياة الصلاة مع ربنا هدف مش مجرد بس ان انا اقول له كلمتين الصبح وكلمتين بالليل وخلاص لا ده انا نفسي يا رب فعلا حياتي كلها تنمو معاك في حياتة الصلاة اتكلم معاك اغلب الوقت ده اللي بيحب حد بيحب ايه طول الوقت يتكلم معاك دايما نقول الشباب كده بتحب اصحابك تحب تقعد جنبهم في الاوتوبيس وتقعد جنبهم في المؤتمر وتلعبوا مع بعض الفرقة واحدة وهكذا ليه لشان دول بحبهم عاوز اتكلم معاهم واحكي معاهم في حاجات كتيرة اوي طيب ربنا مكانه فين في وسط الجو ده وده اللي عامله داود النبي داود النبي قال له بص يا رب انا بحبك اوي وحياتي الخلوة في الصحرة ورعي الغنم خلتني اتكلم معاك كتير فبقى يعمل داود يقول له سايب الكيسارة بتاعته كده فوق السرير كده يقلق نص الليل يقول له في نصف الليل اقوم لأحمدك على احكام عدلك وبعدين يقول له لا دا مش بس نص الليل دا الصبح من باكر اقوم وقت الصحر لأبارك اسمك وبعدين يقول له سبع مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك موعيد وتوقيتات الصلاة مثلا في الاخر قال ايه داود قال اما انا فصلاة اما انا فصلاة يعني ايه زي ما احنا قوله في ابصادية السبت من باكر الى المساء كل يوم وبارك اسمك الكدوس مش مجرد محددة بوقت فقط عشان كده تيجي الكنيسة تاخد بايدنا كده احنا بنحبي في القصة الصلاة دي تاخد بايدنا خطوة خطوة تقول لك تعالي نتعلم الصلاة بالأجبية تقول يعني لازم الأجبية تقول لك اه تعالي بقى نتعلم الصلاة بالأجبية ايه الهدف الهدف ان انا افتكر احداث وجود وتجسد ربنا يسوع المسيح والأحداث اللي حصلت في حياته كل شوي الساعة بساعتها يعني يعني مثلا ايه اقوم باكر اقوم الصبح افتكر ان ايه والظلام باقن النسوة راحت قدمة الطيب فافتكر ايامة ايه ايامة المسيح كمفجر الاحد وافتكر ان في ايامة معناها ايه في نور بيطلع وانا بقوم باكر بقى في نور بيطلع فأقول ربنا هو نور وقال انتم نور العالم وقال انا هو نور العالم طب احنا النور بتاعنا ده ما اتخذ منين ربنا هو النور الحقيقي الذي يديه لو كل انسان قاتل العالم قول كده في باكر طب احنا ما اخذين النور بتاعنا ده من منهم فاحنا ابناء النور فكأننا بنقول ايه سيروا في النور مدام لكم نور يبقى انا الصبح افتكر وصيدة ربنا ان ربنا مديني نور يوم جديد عشان امشي في هذا النور وافتكر ايامة المسيح معناها ربنا ما ديني فرصة جديدة حياة جديدة النهاردة مش أياما معناها حياة جديدة حياة جديدة النهاردة عشان أكون فيها معا شوية كم ساعة وأفتكر الساعة الثالثة إيه اللي حصل؟ الروح القدس حل على التلاميذ طب ما إحنا كمان هيكل الروح القدس ساكن فينا مش كده؟ طب الروح القدس ساكن فينا إزاي؟ يبقى إسلقه كأولاد الروح أو إسلقه بالروح يبقى النهاردة ربنا بيفكرني أو الساعة دي ربنا بيفكرني إن إحنا أبناء الروح وليس أبناء الجسد بعد كده شوية على ساعة نشر الظهر أفتكر الساعة الستة الساعة الستة إلا حصل فيها المسيحة صلب على الصليب طب وصنا بإيه؟ وصنا بإيه هو على الصليب نقرأ أنجلة تطويبات طوبة لما سكن بالروح طوبة للحزانة وهكذا وقل لها سلام رب أنت سمرت على الصليب في الساعة السادسة دلوقتي سمر كمان إيه خوفك في لحمنا سمر حواسنا عشان تكون معاك نيجي الساعة التاسعة نفتكر ربنا يسوع المسيح مات لأجلنا على الصليب وقدم لنا الفداء نقول أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا خليني كمان أعيش بفكر إيه؟ إن الحواس دي يكون حواس مقدسة ميتة عن الدنيا لكنها مقدسة معاك نخش بعد كده على الغروب أقول يا ده العمر انقضى مش كده طال النهار وبعدين العمر إيه انقضى وتسرق مني النهار فأقول له إيه يحسبني مع أصحاب الساعة الحدي عشر يعتبرني يا رب ما لحقدش أعمل حاجة بس جاي آخر اليوم أحاول أقدم حاجة نيجي بالليل في النوم نقول له كده يا رب النوم ده يفكرنا بإيه؟ برقاد النوم لعزر حبيبنا قد نام يقصد بيها إيه؟ الموت وقول يا خبر تم الواحد الحياة بتنتهي اليوم جري اليوم تسرق مني فأجي أقول له وزع أنا عتيد أنا أقف أمام الديانة العادل وبعدين أقول توبي يا نفسي إصحى بقى فوق توبي يا نفسي ودمت في الأرض ساكنة نيجي نص الليل أفتكر أو أنا عايش أعمل إيه؟ أسبح ربنا كوم ويبني النور لنسبح رب الكوات طيب ليه؟ وأنا عايش أقوم أسبح رب الكوات لإيه الهدف لكي ينعملنا بخلاص نفسنا عشان أتمتع بهذا الخلاص لربنا الدهوني شوية كمان ولاء صلاة السطر ودي كلنا ممكن نصليها على فكرة تفكرنا إيه؟ إن الجسد ده ضعيف تفكرنا بيوم الدينونة يا رب أنت تعرف هيقزة أعدائي وضعف طبيعاتي أنت تعلمه يا خالقي ودينونتك مرهوبة استحشر الناس وتقف الملايكة تفحص الأفكار وتكشف الأعمال إيه يا رب كل ده؟ معقولة كل ده موجود معقولة الواحد حياته ممكن تتسرق كده فصح نفسي فتلاقوا اليوم كله إيه؟ مشغول مع أحداث حياة ربنا يسوع المسيح كأن الواحد طول اليوم إيه؟ زهنه مشغول مع ربنا طب يمكن كل الكلام اللي قلته ده حلو يبقون بس عملياً ما بنقدرش نعمل كده طب لو مش قادر أعمل كده على أقل خليك في القليل المستمر خد حاجة بسيطة إن شاء الله تصلي صبحه بالليل وتقف وقفه وسط النهار إن شاء الله حتى تاخد حاجة صغيرة تقول قطعة ولا مزمور في أي ساعة من الساعات يبقى أنت داخل في هذا إيه؟ هذا الموت طب مش قادر طب حتى خلي كلمة المسيح على لسانك صلاة يسوع الصلاة السهمية يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ والصلاة دي جميلة قوي لأنه يتفكرن أنه ما فيش حد طلب رحمة من ربنا إلا وأخذ زي بارتماوس الأعمى يا يسوع ابن داود ارحمني لفي مرقص عشرة وزي العشار زي ما هناك كمان شوية نتكلم عن العشار والفريس وزي الكنعانية ينبن وزي قائد المئة كل الناس اللي طلبت الرحمة من ربنا أخذتها طب تخيل بقى أنه لو كل شوية أصرخ وقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني شوفوا بقى مدى الجمال دا واحد من أباء الشيخ الروحاني القديس يحنى سابع يقول كده يقول يا رب طوبى لما نام واسمك القدوس على شفاتيه فإن الشياطين طهرب من الاقتراب إليه أصل اللي بيصلي ده الشياطين إيه متعرفش تقرب منه قديسة يستينة قد تصلي شيطان جاي مش عارف يقترب منه مكسيموس وداماديوس كلمنا عندهم الصبح النهاردة في اليوم الروحي مكسيموس وداماديوس كيلك لهيب من نار طالع للسماء والآخر ملاك بيدافع عنه بسيف من نار الشياطين متلاش تقترب منه فإن الشياطين تهرب من الاقتراب منه ولا تجد فيه مدخلا ولا محلا ما تلاقيش في مكان طول ما هو يصلي قصة مرة قريتها عن راهب روسي السائح الروسي إزاي تدرب أنه يصلي صلاة يسوع دي مع النفس بتاعه مع الشهيك والزفير يعني ياخد نفس قول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي يطلع النفس يقول أرحمني أنا الخاطئ فبقى دي هي السلوان بتاعه وسط التلج تارفين جوه روسيا كله تلج فيقولك كان يستدفئ بهذه الصلاة في الأيام البرد القارس منجرد ما تكرر اسم المسيح كتير ويتشد زهنه ليها يلاقي نفسه إيه حتى جسديا يدفع فأصبح قدسين كتير يعملوا كتير عشان كده تلقونا في إبصالية يوم السابت نقول له إيه كل نفس أتنسامه أو كل نفس أعطيه وسبح اسمك الكدوس نفسنا نوصل لدي يا رب في التصبح بنقوله كده طب لما لوحد يصلي كتير كده مش هيزهق مش هيمل أكيد طبعا هيمل مش كده فربنا عارف يقولك يا نباغي أن يوصل لك كل حين ولا يمل وإحنا ممكن نمل من الصلاة طبعا ممكن نمل أبا أنطنيوس نفسه في بداية حياته بدأ يصلي صلوات كتيرة قوي فبدأ مع الوقت يزهق ويمل قال له رب طب أعمل إيه يروح ربنا بعيد له ملاك يسلمه طقس نظام قال له إلبس الكولونسوة دي اللي عليها الصلبان دي عشان تحمي أفكارك واشتغل شوية وصلي شوية طب وهو بيشتغل لعمل يدين أو السلال دي يردد مزامير حتى لو مش مركز فيها مية في المية بس إيه يبقى الزهن مشغول لأن الزهن لو ما تشغلش بحاجة مقدسة الشيطان يعمل إيه يرمي فيه بقى الزبالة بتاعته عشان يشغله بأي حاجة تاني عشان كده الأمر ده ومش اختياري هو قال لي إيه ينبغي ينبغي يعني إيه يعني أولا الموضوع مش اختيار لأن انت لو ما شغلتش الزهن بالصلاة هينشغل بحاجة تاني نمر اتنين ينبغي يعني معنى إيه محتاج شغل مع ربنا محتاج جهاد ومحتاج مثابرة عشان ربنا يعطينا نصرة على الملل اللي يعافر ربنا يدي له النصرة على هذا الملل طيب ربنا يسوع عايز يوصل المعنى ده بدقة بحسب نظام ربنا يسوع بحاول دائما يوصله بإيه بأمثال وبغير مثل لم يكن يكلمهم فيبدأ يشرح مثل على قد إيه أهمية الصلاة دي وربنا بيبص للصلاة دي إزاي القائلا كان في مدينة قاد لا يخاف الله ولا يهاب إنسان وكان في ذلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه قائلة انصفني من خصمي وكان لا يشاء إلى زمان ولكن بعد ذلك قال في نفسه إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان فإني لأجل أن هذه المرأة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني يعني إيه الأول حاجة في المثل إن فيه إنسان قاضي القاضي ده معناه إيه واحد مسؤول يحكم بالعدل مفروض إن هو ينصف الناس المظلومة تخيلوا بقى إن هذا القاضي كان إنسان مش تمام يعني لا يخاف الله يعني إيه يعني ما عندوش أي دافع إنه يشتغل بالعدل شغال بمزاجه يدور على نفسه ويدور على راحته مش فارق معاه يخدم الناس أو يحكم بالعدل بين الناس مش بس كده مش لا يخاف الله بس ولا يهب إنسانا لا فارق معه حد ولا حد محتاج ولا لأ ولا فارق معاه إن الناس هتقول عليه إيه لا هم رأي الناس اللي حوليه ولا المجتمع ولا غيره فبالتالي ما عندوش أي دافع إنه يسلك بالعدل أو بالاستقامة يعني طبعا ليه لأنه إنسان متكبر شايف نفسه بقى صاحب سلطان وإنه أحل وقت ما أنا عاوز أحل يعني وصد كده الناحية التانية إيه بقى أرملة أرملة يعني إيه يعني واحدة ملهاش أي سند في الدنيا واحدة ملهاش حد في الدنيا ملهاش غير ربين فبالتالي سهل قوي إنه حتى لو ظلمها ولا حد هيسأل فيها ولا حد هيتشدد لها يعني ولا حد يتعرض لها ولا حك وكانت تأتي تأتي معناها إيه إن هي بتصر وعملت زنة كل شوية وتقول له أنصفني من خصمي يعني راحة جاية عليه بتقول له فين العدل أنا عاوز عادلة أنا إنسانة مظلومة وعملت زنة على هذا الطلب إنصفني من خصمي معناها إيه يعني فيه واحد تعبني وعمل يزلني كل شوية وعمل يأخذ حقوقي وأنا مش عارف أخذ منه حق ولا باطل يعني فما ليش غير إن أنا أعمل إيه أروح للقاضي وقول له إنصفني طبعا هنا هو عاوز يشاور على مين بقى مين الناس دي هيقول لنا دلوقتي وكان لا يشاء إلى زمان يعني القاضي إيه مش عاوز فقال في نفسه إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني يعني إيه لا يشاء إلى زمان يعني إيه يعني مش سائل فيها راحة جاي عليه ولكنها موجود عملة تزن ولا كأن حد بيسمع تزعجني يعني إيه عملة تضيقه تلح عليه داخل خارج عملة تمسك فيه شد في هدومه وكده في الرب بتاعه وتقول له انصفني لألا إيه تأتي دائما فتقمعني قال خلص أخلص من دوشتها أحللها القضية بتاعتها وأخلص عشان إيه لألا تأتي وتقمعني يعني زهقتني يعني أخذين بنا فعملة تلح بلاجاجة عليها كل شوية لحد ما زهيت قلت أخلص منها من دوشتها فأحل القصة بتاعتها وقال رب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم خدت بالك وقاضي الظلم قال إيه ربنا بيقول للناس كده أفلا ينصف الله مختريها الصراحين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم عاوز يقول لهم إيه عاوز يقول لهم خدت بالك القاضي عمل إيه وطبعا ربنا مش بيشبه نفسه بالقاضي الظلم حاش لكنه جايب مثل زي ووكيل الظلم وفاكرين الصح اللي فات تع ووكيل الظلم هو هنا بيشبه نفسه مش بقاضي الظلم يقول إذا كان هذا الإنسان ظالم قاضي وفي نفس الوقت لا يهب إنسان ولا فرق معا لربنا ولا بشر بل رغم إن هذه الإنسانة بتزن عليه فتخلص منها إنه يعمل إيه قام وشاف شغله وخلص لها القضية بتاعتها وأنصفها كان بالأكتر أولاد ربنا قدام ربنا لما يصرفوا إليه بالصلاة ويطلبوا إليه بلاجاجة المثل ده هدفه إيه لاجاجة في الصلاة إزن على ربنا أثلا ينصف يعني إيه يعني تفتكر ربنا مش هيعمل مش هيرجع لك حقوقك طب هو مين اللي كان سالب مننا كل حقوقنا شو طبعا سالب مننا سلامنا سالب مننا إيماننا سالب مننا رجقنا في ربنا تجي تيجي تصلي يقول لك ما في مين في حدش بيسمع وهو نفس الكلام بتقوله هو هو برضو هتصلي بالأجبية تاني والواحد مل والواحد زهق من التكرار طب ما أنت عملت تصرخ لربنا عشان الطلب ده ومحدش بيسمعك وهكذا ده إيه ده الشيطان عمال يسلد مننا إيه هذه الحقوق حقوق إيه إن الواحد المفروض يكون ليه رجاء في ربنا عنده رجاء في ربنا عنده ثقة أن ربنا واقف يسمعه يفقد الإنسان سلامه الإنسان وقع وغرقان في الخطايا لأن الشيطان كل شوية عمال يوقع في الخطايا والواحد وقف يصرخ قدام ربنا يقول لك رب اشفيني اشفيني من الضعف اللي فيه ده اشفيني من الخطايا اشفيني من الكرة اشفيني من الخطايا اللي غلباني باستمرار تفتكروا بقى ربنا لا ينصف الإنسان ده ينصفه ينصفه ازاي يعطي سلطان أن يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو شوفوا قد ايه لكده هنا ربنا شاور على أهمية اللجاجة قوي وأهمية أن الواحد يقف يصرخ لربنا كتير بتلت كلمات قال ايه قال فلا ينصف الله ايه نمر واحد مختارية يعني ايه مختارية يعني ولاده ولاده هل كل العالم هل كل الدنيا مختارية نا بس مين مختارية دول اللي متمسكين دي وبيصرخوا اللي نهارا وليلا اللي مسكين في الوصية بتاعته اللي بيتجوم مع ربنا اللي بيحاولوا يعيش الوصية وينفزوها واللي بيحاولوا يلجوا مع ربنا أو يزنوا على ربنا في الصلاة باستمرار فيقول لك خلي بالك أنت من هؤلاء المختارين دعوتك بإسمك أنت لي أنت تعمدت اسمك علي دلوقتي أوعى تتشكك أنت مش ابني ده أنت الوحيد اللي بتقول لي أبانا اللازي في السماوات في أوعى تتشكك في كده الشيطان يعمل ليه يسلبنا الحتة دي لا الله ينصف الله مختارين عشان كده بيفكرنا أن حتى لو اتأخر في الاستجابة قد تكون المشكلة اللي أنا واقع فيها دي بركة لي وأنا مش واخد بالي زي ما يقول كده في رسالة يعقوب طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة إذا تزكى ينال إكليل حياة وأقف صلي وتلاقي ربنا متمهل مستني مش بس مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا صارخين يعني يعني اللي عامرين يزنوا عليه باستمرار اللي عامرين يزنوا عليه باستمرار ليه يزنوا عليه لأنه عندهم رجاء وثقة أن ربنا واقف وبيسمع وهتدخل في وقته زي ما يقول كده هو في مضمون 151 المضمون المشهور بتاع أنا الصغير عارفين اللي بنصلي فيليل تبغى لمسيز ولمن هو الذي يخبر سيدي هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون إليه هو يستجيب لمين للذين يصرخون إليه داود يقول كده أنا صح الصغير لكن الله يستجيب لمين للذين يصرخون إليه ويقول كمان في خروج ثلاثة يقول كده إني قد رأيت ما زلت شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم وإني علمت أوجعهم وربنا عارف وشايف وبعنى يقول إيه فنزلت لأخلصهم فينزل عشان يخلص ولاده يبقى أول حاجة مختاري ما تقلقش أنت إبن ربنا نمر اتنين صارخين إليه مش مجرد بتطلب كده أنت عندك رجاء والسكة في ربنا نمر ثلاثة إيه بقى في لجاجة نهارا وليلا بيستمر في الصلاة حتى لو لم يرى أي شيء وده اللي قاله في أشعية 62 في التسبحة الجميلة اللي في آخر أشعية لما يقول كده على أسوارك يا أورشاليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل دي نهارا وليلا على الدوام يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت أورشاليم ويجعلها تسبحة في الأرض شوفوا قد لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت طول من تصرخ هو كمان مش هيسكت وهو إيه بقى متمهل عليهم طب ليه رب تستنى كل ده ليه ربنا يأجل الاستجابة أحيانا ليه ربنا يأجل الاستجابة أحيانا أحيانا ربنا يأجل الاستجابة لكما يعطي الثمر في حينه في وقته عشان يدي أحسن حاجة في أحسن وقت ياما ساعات الواحد تبقى نظرته إيه على قده قوي وعمال يصرخ ويطلب حاجات هيفة قوي وربنا مستغرب يا هي دي بس لشغلاك تقوله بس هي دي بس يا رب وكل حاجة تتحل طب استنى شوية ده هيديك أكتر مما نطلب أو نفتكر أو يخطر على قلب إنسان شو قال كده ما يعده الله اللازين يحبون أنت شو ياخد بالك ده فيه أعمق من كده بكتير فيما لم تطلبه أيضا ربنا يعطيه لينا فهو متمهل ليه عشان يعطي العطية في أحسن وقت نمر اتنين عشان ينمي إيمان الإنسان ومحبته ليه تخيلوا بقى كل لما الإنسان يعافر كلما الإنسان يجاهد ربنا لا ينسى أبداً تعب هذا الإنسان حاجة التي تجي بتعب لها طعم أجمل مش كده ولا إيه حاجة التي تجي بسهولة حتى فيه مثل الإنجلس يقولك easy come easy go يعني حاجة التي تجي بسهولة تروح بسهولة طب الحاجة التي تجي بتعب دي شكلها إيه لا شكلها مختلف تخيل بقى أنت بتصرخ لربنا وبعد صراخه فترة الله يستجيب الواحد يبقى أمانه في ربنا إيه عجيب لكن كلما تقول وتلاقي الحاجة كده موجودة تقولك يبقى العلاقة علاقة منفعة وفي نفس الوقت كمان لما ربنا يتمهل في الاستجابة يبدأ الواحد يعمل إيه يبص لنفسه يراجع نفسه تاني يا ترى رب أنا قدمت طوبة كفاية هو إيه اللي حصل الدنيا مش ماشية على طول إيه فالواحد يبدأ يرجع نفسه ويفوق لنفسه ويقدم طوبة أكتر عشان كده يقول إيه النهاية ما تقلقش الله ينصف مختري ويددي لهم فوق ما يتخيله فوق ما يتخيله الواحد بقى بيعمل إيه لو ربنا تمهل شوية وكأن ربنا عاوز يقول ما تقلقش إنت بقى بتعمل إيه لو ربنا تمهل شوية بتطلب طلب وربنا لم يستجيب شوفوا أبونا إبراهيم فضل يطلب زرية قد إيه قد لما بقى عنده مئة سنة لكن مكمل لقد جاءت مرة إيه عشان يعني هيتهزل ربنا قال له ما تلقش أنا مش ناسي زي ما وعدتك كالنجوم في السماء والرمل الذي على شاطئ البحر قال له ربنا طب ما فيش أي بشاير يعني طب واحد ملاش نرمل البحر دلوقتي لأنا خلاص بقيت شيخ ومرأتي متقدمة في أيامها طب إزاي ده العقل اللي يقول غير كده يعني خلاص إنسانة سنها عد انتهت يقول عنا معلمنا بوليس بعد مماتت مستودع صار أصبح هذا المستودع الرحم ده ميت هتطلع منه رب آه ما فيش حاجة توقف مع ربنا مشكلة الواحد يتشكك من عدم أو تمهل ربنا على الاستجابة وننسى أن الله يعطينا ما نحتاجه وليس ما نطلبه ودي قعدة مهمة أوي الله دايما يعطي الإنسان ما يحتاجه أكتر مما يطلبه إحنا بنعمل كده مع أولادنا وإحنا أشرار نعرف أن نعطي أولادنا عطايا حسن هل كل حاجة ابني بيطلبها بياخدها لا بنديله ما يحتاجه مع أن إحنا ملايين خطايا بنعمل كده كان بالأكتر أبونا اللي في السام أقول لكم يأكد بقى ربنا يسوع ينصفهم إيه سريعا هم متمهل ولا سريعا هم متمهل ولا سريعا بحسب توقيطات الله دي سريعا بحسب توقيطات الله دي سريعا ده المعاد المناسب ده المعاد المناسب بحسب حكمة وتدبير الله الكل الحكمة والكل القدرة ما أبعد أحكامه عن الفحص والهدف هو إيه عشان ولاده منفعت ولاده منفعت ولاده فينصفهم سريعا يعني أحسن وقت الله يعطي فيه عطايا بإيه بغزارة حتى لو الإنسان قرنها بفترة العمر القصيارة هنا على الأرض هناك فيه إيه بقى أبدية أبدية يعني إيه لا نهاية لا نهاية عطايا متجددة كل يوم ما رحم الله متجددة كل يوم طوله ما احنا موجودين على الأرض ويهبنا كمان العطايا السموية لما نوصل للسماء ولكن ولكن إيه بقى فيه ولكن هنا ولكن إيه متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض هنا يأكد ربنا يسوع المزيح يا ترى لما تلاقي الطلبة تأخرت في نظرك مش في نظر الله لأن الله لا يتأخر لأنه يستجيب إيه سريعا لما تلاقي الطلبة تأخرت يا ترى هتفضل تكمل صلاة بلا جاء جواب إيمان ولا هتزه وتقول خلاص بقى يعمل اللي هو عاوزه تفقد الأمل وتفقد الرجاء هل متى جاء المسيح في مجيء التاني هيلاء الناس لسه عندهم إيمان متمسكين لب صلوات حرة ولا زي ما هم ولا فتروا في حياتهم وعلاقتهم مع ربنا اللي يخلي الإنسان لا يقف عن الصراخ ولا يقف عن الصلاة نهارا وليلا إيه هو إن عنده إيمان أن الله يسمع والله يستجيب في وقته وفي حينه رغم أي ظروف عنده إيمان وعنده رجاء أن الله يسمعه ويستجيب لي لكذا في مصمورة ربنيول انتظارا انتظارت الرب همال إلي وسمع صراخي مع أنه فيش حاجة حل تداود ما أنت لسه هربانه قال لأ مال إلي وإيه وسمع صراخي ممكن تكون الاستجابة مش في الشكل المادي اللي أنا عاوزه لكن الله يعطي سلام ويعطي راحة ويعطي هدوء لانتظار توقيتاته ومعيد الله في وقتها عشان كده المشكلة هي في ايه ليه مشكلة الصلاة انها ساعات بتبقى صغيرة وما بتكمل شي عارفين مشكلتها في ايه في ضعف الإيمان في ضعف الإيمان الصلاة ساعات تكون فاترة جدا طلعة من الشفتين بدون قلب بدون عقل بدون تركيز افتكر هنا موقف إليا النبي لما وقف قدام أخاب وقال يحين هو الرب الذي أنا وقف أمامه لا يكون مطر ولا طل إلا عند قولي فاللحظة دي اللي حصل سمت قفلت قد ايه قفلت ثلاث سنين ونص ماذا كده ثلاث سنين وستة أشهر وبعدين يجي في رسالة يعقوب معلمنا يعقوب يقولك كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر ماذا كده طيب خلاص الموضوع تحلي إلي خلاص خلصنا من قصة أنبياء البعل وكلام ده كله طيب هنرجع بقى إيه المطر تاني طيب تعالي بقى إلي يصلي عشان المطر يرجع المطر ينزل نزل سبع مرات يقف يصلي يقول كده وقال إلي لأخاب إصعد كله وإشرب لأنه حس دوي مطر في مطر هيحصل للوقت شوفوا السقة وحب أكل واشرب عشان ربنا هينزل المطر وبعدين فصعد أخاب ليأكل واشرب حاضر إلي قال المطر هينزل هينزل وأما إلي فصعد إلى رأس الكرمل وخر على الأرض سجد شوفوا بقى إيه اتضاع هذا إنسان وصلاته لجاكته وجعل وجهه بين رجبتي في خشوع قدام ربنا وقال لغلامه إصعد تطلع نحو البحر نحو البحر قال روح شوف يا ابن المطر هيبدأ ينزل ولا لسا فصعد وتطلع وقال ليس شيئا فقال ارجع طيب روح شوف تاني ويكمل صلاة وقال له ارجع إيه سبع مرات سبع مرات وبعدين في المرة السبعة قال له إيه هو ذغيمة صغيرة قدر كف معرفين يعني إيه حاجة كت نقطة كده بينا في السماء يعني قدر كف إنسان صعدة من البحر يعني على مرمى البصر في نقطة بيضة كده نقطة بيضة فقال إصعد كل أخاب أجدد وأنزل لألا يمنعك المطر خلي بالك المطر يبقى غزير قوي شوف حاجة قال له انزل بسرعة وقول لأخاب بسرعة عشان مش يعرف يروح النهاردة لو مرحيش يروح دلوقتي مش يعرف يروح ايه ده سبع مرات وعندك هذه السقة طب ليه ما نزلتش على طول وهو متمهل عليهم وبعدين يقول يستجيب ينصف الله مختاريه سريعا سريعا عشان كده خلوا الإنسان دايما عنده إيمان أن الله يسمع ويستجيب زي ما قلنا يعطينا ما نحتاجه أكثر مما ما نطلبه وصدق أن الله يعلن محبته لنا في أمور كتيرة قبل ما تبقاش سامحوني في التعبير ده يعني قولي نفسي ما تبقاش عمل زي العيل اللي عاوز الحاجة الصغيرة وسيبقى أهم حاجة عارفين العيل عمال يزن عشان ياخد حاجة صغيرة ويلح ويزن رغم كده بنيديها لو نخلص منه ومش كده لكن فيه حاجة أهم مش بيطلوبها ومع ذلك إحنا بنيديها كان بالأكتر أبونا اللي في السامن عشان كده كل ما تكون صلاتنا متعلقة بالأمور الشكلية والمادية فتلاقي الواحد يفطر بسرعة يضعف بسرعة مش كده حل ربا مشكلة بعتلي فلوس يا ربا عشان نهال الموضوع فلاني يا رب الموضوع فلاني وحاجة فلانية وشقة فلانية والأرض كل ما تكون الأمور المادية أو تلاقي الواحد يبرد بسرعة تعالوا بقى على العكس اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم حتى ما لم تطلبه الله يعطيه للإنسان يكمل بعد كده ويدينا بقى مثل تاني جميل قوي يورينا قد إيه مش بس فكرة اللجاجة فكرة القلب اللي بيقدم لربنا الصلاة ربنا يقبالها ازاي وقالوا لقوم وثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتكرون الآخرين هذا المثل يعني المثل اللي جاي جاي لمن جاي كده للناس اللي شايفيني طب ما احنا بنعمل كده هو في حد بيصلي زينا ده بدنا ليل نهار في الكنيسة اللي فرسين والكتبة اللي ده ده احنا مفيش فرض بنفوته مش كده وإحنا ساعات نقول له كده رب بقى أنا رب اللي ليل نهار رأي كنية تتأخر علي وفلندا اللي يقول لك كذا تستجيب لي على طول وثقين بأنفسهم يعني ايه يعني فيه ناس بوسطة ماشيين ورد ربنا يسوع بيعملوا كده يرفعوا قلبهم لربنا ويصلوا ويتعلموا لكن فيه ناس عندهم ثقة في أنفسهم زيادة فيها غرور وفيها كبرياء زي الكتب والفرسيين لكن إنسان متضع ماله يصق في الله ببساطة وبسهولة مش بس كده ده هو شايف نفسه كويس ويحتكرون الآخرين يعني شايف نفسه أحسن من كل الناس اللي حواليه فبالتالي سهل قوي عمال يدين في كل الناس اللي حواليه فقال لهم بقى تعالوا نتعلم مع بعض أهمية الاتضاع في حياتنا الصلاة المقدمة لربنا بالاتضاع وبقلب منكسر نشوف شكلها يكون إيه إنسانان صعدة إلى الهيكة اللي يصليها واحد في الريس والآخر عشار يعني إيه يعني المثل بيبين إن الناس كلها قدام ربنا واحد بغض النظر ده مرتبته إيه رضبته إيه ده في الريس اللي ده عشار اسمهم اتنين دخلوا كنيسة يصلوا أو دخلوا الهيكة ليصلوا لكن ربنا مش بينظر لهذا الإنسان على مركزه لا ده هو إيه إنسان كلنا كبشر حاجة واحد طيب اللي اتنين غرضهم إيه صلى دخلين الكنيسة يصلوا أو دخلين الهيكة ليصلوا ولكن الأهم كيف يصلوا زي ما قال الشاب الغني كيف تقرأ بيعبي يمارس حياته إزاي واحد منهم من فأة الفراسيين زي ما أنتم عارفين متمسكين بالشريعة قوي حاسين نفسهم أحسن ناس وبرهم يعني شايفين أنهم برهم طالع منهم قوي أنهم فوق كل الناس وبالتالي يحتكروا الآخرين أما الإنسان العشار سلوكه في قدام الناس إيه وحش مش مقبول محدش يقبل هذا الإنسان العشار حتى تهمة المسيح أنه يأكل مع العشرين والزواني يعني عشار معنا إيه خطيطه واضحة قوي في واحد خطيطه مستترة استخبية في واحد خطيطه واضحة عنده محبة مال وطبعا مرتبط معها قصوة على الآخرين عندما ينزل عشان يجمع من الناس الضلائب ولا الكلام دون فيجمعها بقصوة لكن الجزء الحلو فيه أنه داخل عاوز يصلي عاوز يكون لي علاقة مع ربنا أما الفريسي فوقفه يصلي في نفسه هكذا وقف بقى الفريسي دخل كده من باب الهيكل عدى بقى المرحضة الخارجية وعدى الأماكن دي كلها وقف قدام قدس الأجداز وقف عشان يصل اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار وقفوا 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 والثاني سبق قدام فرد نفسه فاكر نفسه قال إيه مدين ربنا فاللهم إني أشكرك على فكرة كلمة الشكر مش كلها تتقبل قدام ربنا يعني ساعات واحد يقول له أخبارك يلهم الحمد لله ولكن ولكن هذه مليانة تزمر من هنا لبكرة تفتكر كلمة الحمد لله تطلعت حلوة يعني وصلت فوق لم تطلعت لأن وراها ولكن خمس ست صفح يعني فكلمة ولكن ساعات تعمل مشكلة فهناك شكر بروح تزمر وفيه شكر تاني بروح كبرياء بروح كبرياء يعني يعني بنسب كل شكر لنفسي أخبارك إيه فلان عملي الحمد لله أنا عملت وعملت وعملت لما فيش حد زي بيعرف يعمل كذا حمد لله حمد لله بس أنا برضو عمل فهمين إزاي عمل إيه يشكر في مين مش في ربنا هي شكلها كت لكن عمل يشكر في مين في نفسه مش يقول رب أشكرك أن أنت ساتر علي ومدين الخير ده وأن ما استهلش كل ده لا ما فيش الكلام ده نسب كل خير لمين لنفسه لقويته في شكر تاني لا بشتم ولا بسرق ولا بازني مش كده لست مثل باقي الناس أشكرك يا رب أن أنا لست مثل باقي الناس ولكن للأسف الواحد مش واخد باله مش واخد باله مش واخد باله إن الشكر ده كله موجه لمين لذاته مش موجه لربنا طبعا شايف نفسه مثل باقي الناس شايف نفسه أعلى من كل الناس فوق الكل ولا مثل هذا العشار ده كمان كل لما الإنسان يعتد بنفسه قوي يبدأ يقارن نفسه بواحد واحد عارفين أتخيل كده الإنسان الفريسي ده قال لهم إزاي الإنسان اللي هناك ده يعني بيشوله كده إيه بازدراء يعني زي ما لوحد ساعات يخش الكنيسة ويجي وقت الأداس وتلاقي الواحد ينشغل بالناس اللي حواليه يقول يا شايف هلان ده جاي يصلي إزاي شايف اللي قعدة بالولد دون وعمال يزن وعمالها تاكل في الكنيسة وتعمل مش حالف إيه وغيره فعمالين نعمل إيه نوزع كل واحد بيعمل إيه ونجي في آخر نخش نتناول أشكرك رب أن أنا لست مثل هذا العشار أنا داخل أتناول شايف نفسي أحسن من كل الناس دي أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقطنيه الفريسي بيقول كده يعني بحسب الشريعة أنا ماشي إيه بحسب الشريعة بالضبط كأنه بيعاين ربنا اللي عندي عملته لك عاوز عشور ادت لك العشور صوم أنا كمان إيه بصوم يومين زي ما أنت بتقول فالممارسة الروحية اللي بتتقدم لربنا بكبرياء تفرح الشيطان مش تفرح ربنا والشيطان يعمل إيه يشجع عليها كما وكيفا يقول لك يا تعالي الكنيسة كتير صوم أكتر صلي أكتر عشان إيه عشان يسرق منك أي فضيلة والفضيلة إذا ظهرت إيه سرقت ونهبت من المجد الباطل زي في مرة من مرات يقول له كده على الشيطان في مرة رح يصلي واحد من الأباء قال له قوم يا بونا وقت صلاة نص الليل جي مش هتقوم تصلي تأخرت على معادة الصلاة الشيطان يبي صحي فابونا كده بصله قالوا أنت لابت صحينا عشان يصلي قال له آه قوم صلي المعادة الصلاة جيه والتسبحة قال له مش هصلي أسابق نام قال له أنت مش يجي من وراك خير يعني تبت صحينا عشان صلي يقول يا سلام شوف بقى أنا خليت الشيطان تحت إيدي بصابع يا صحينا عشان أقف أصل لا تتوقعني في برزاتي مش هصل ويقوم أوقات تانية غيره يصلي يعني مش نمس صدق يعني زي حالتنا كده خلين بالنا واحد تانية رح مرة لأب شيخ رح يقال له أبي باركلي بقال لي عشرين سنة لم أكل لحما قط صنف طر بقى مش فرق معي كأنه عمل إيه ريكورد كده سجل رقم قياسي يعني تبوش شيخ الروحي فاهم كويس وقال له يا حبيب قالك عشرين سنة لم تجيب سيرة إنسان لم تذكر بلسانك سيرة إنسان فسكت وبص في الأرض قال له صليلي بأني بقالي عشرين سنة لم أصوم بعد هنا واضح أن أنا إيه ما كنتش بصوم أساسا مركز للمنظر اللي بره بس يا ترى أنا شايف نفسي إزاي وربنا شايفني إزاي ربنا يقول لك القلب منكسر متواضع لا يرزله الله ويشفي المنكسر القلوب ويجبر كسرهم عشان كده الإنسان اللي يخش قدام ربنا بانكسر ياه ده ليه حاجة تاني خالص زي صلاة حنة أم إيه مصومين مرات ألقانة ما جات تصلي دخلت مرة النفس بكت بكاء مريرا تقول له يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى ما زلت أمتك وذكرتاني شايفين ماذا للإتضاع اللي بتصلي به عشان كده ربنا إيه ربنا استجاب لها وإبلت اتضاعها خلاها تقبل عليك كهلة ملان دي سكرانة ولا إيه لكنها ردت رد إيه منكسر متواضع أمام الله فلها زي سنة الجاية هيكون معاك ابن أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ العشار بقى ده إيه كأن ربنا يسوع يقولك تعال بقى شوفت صلاة الفريسي تعال أنا وإنتم بقى نتعلم من إيه من صلاة هذا العشار أول حاجة وقف من بعيد يعني بصص للهيكل كده من على الباب من بعيد بخشوع والتضاع قال يا ياه ده المكان ده مكان مين القدسين يعني أنا داخل الكنيسة كده أقول يا خبر ده أنا قاعد حوالي ناس أحسن مني بكتير إيه اللي جابني هنا حاسس قد إيه بمدى حقارته أمام نقاوة الله قد إيه رب أنا اللي كل الناس بتكرهني اللي تعب قلب كل الناس أنا جاي أقف قدامك وإنت قابلني أبص لك إزاي وأقدر أبص لك وأتكلم معاك إزاي حاسس في نفسه أنه هو مدين يستحق العقوبة وليس العفو فجاي كأنه إيه يتزلل إلى القاضي قاضي الظلم اللي قال عنه في الأول بإصحاح ويقول له إيه إنصفني من خصمي أنا مغلوب من نفسي مغلوب من طبيعي لا يشعر أبدا في قلبه إنه هو في شيء كويس عشان كده دايما أنا أفكر كده العشار والفريسي دول يفكروني أنا أخش أتناول بأنه شكل بقول له رب أخش أتناول بقلب العشار ولا بخش أتناول وأنا شايف أن أنا إيه أو يعني جيت متأخر مش مهم جيت بعد الإنجيل مش مشكلة بقال لي فترة ما اعترفتش وماله أنهي قلب أنا داخل بي أتناول لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء طيب ده إحنا بنرفع عينيه نقول له إيه يجعلنا مستحقين أن نقول لك بدلة البنين ده هو إيه قال له ما استهلش دلة البنين دي فأنا مش قادر حتى أبص الفوق أحيانا ممكن الإنسان ما يتكلمش لكن القلب هو اللي يتكلم سيدنا البابا شمودة ربنا هنا نفسه يقول لك كان خفقة القلب صلاة ممكن القلب كده بنبضته كده يقدم تنهد وتوبة قدام ربنا يتقدم قدام ربنا برجاء مش بيأس وني أنه عاوز يتغير نية أنه عاوز يتغير لكذا فكل قدس أبونا يقول لنا كده نداء مهم قوي يقول لك أين هي إيه قلوبكم قلبك فين قلبك معي واللي قلبك مشغول في أي حيث حاجة ثاني ساعة نقف نتكلم مع ربنا وتلاقي ثجأة كده التناول كده وانا دماغي كانت فين قلبي كان فين كانتاي وقرأ على صدره مين علمه له دي محدش علمه ده هو علمه لنا لما احنا نيجي نصلي نقرأ صدرنا مثل العشار يقدم توبة بكل مشاعره محدش علمه لكن التوبة تعطي الإنسان كيف ينصحك قدام ربنا وكيف يقدم توبة فعلا بالتضاع قدام ربنا ويقول له إيه بقى اللهم ارحمني أنا الخاطئ يعني جاي يعترف يقدم توبة واعتراف يقول له ربنا عارف أن أنا استاهل مش جاي يبرر نفسه مش جاي يبرر نفسه لم يطلب إلا الرحمة بالتضاع وعشان كده السماء إيه تتفتح له يخرج هذا الإنسان إيه مبرر يخرج هذا الإنسان مبرر آآ أقف عند اللهم مرحمني أنا الأخوات دي خلينا نكمل بنعمة ربنا من عدد 14 المر اللي جاي عشان الوقت سرقنا يبقى تعالوا نبص النهاردة كده على هذا الإنسان العشار وهذا الإنسان الفريسي إزاي هذا الإنسان العشار داخل بقلب منكسر قدام ربنا تعالوا نتعلم النهاردة منه هذه المشاعر الجميلة زي ما النهاردة كده في الوداس الصبح كانت مشاعر المرأة الخطئة لسكبة تطيب على رجلين المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين